السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الأعزاء سوف نقدم اليكم اليوم فاكهة من الفواكه وهو تفسير حلم البطيخ في المنام فتابع معنا أولا تفسير حلم البطيخ بحسب وجهة نظر ابن سيرين قال ابن سيرين أنه من يرى أنه يشتري البطيخ في السوق يدل على الزواج وإذا رأى الشخص في الحلم بأنه يشتري بطيخ لشخص آخر يدل على سماع أخبار سعيدة من يرى البطيخ الأحمر في المنام هو مؤشرا للحصول على صروة وزيادة في المال من يرى أنه يأكل البطيخ الأحمر في المنام يدل على المرض البطيخ الأحمر في بعض الأوقات يدل على المأزق في بعض الأمور البطيخ الأحمر أيضا يدل على الاستقرار والسعادة رؤية البطيخ الأصفر دليل على الشفاء إذا كان الشخص مريض رؤية شراء البطيخ ذات اللون الأصفر يدل على وجود الكثير من المصاريف الزائدة من يرى عدد كبير من البطيخ الأصفر يدل على تواضع الرائف يعمله تفسير حلم البطيخ للعزباء الفتاة العزباء التي وصلت لسن الزواج إذا رأت البطيخ في المنام فذلك دليل على اقتراب موعد زوجها أي سمار في فصل الصيف تظهر في منام العزباء تدل على الزواج وإذا رأت البطيخ ذات حجم كبير يدل على عريزه مكانة عالية رؤية البطيخ الأخضر للعزباء دليل على الخير خاصة إذا أكلت منهم إذا رأت العزباء البطيخ ولم يكن هذا وقت طرحه دليل على بعض المشاكل والمتاعب تفسير حلم البطيخ للمتزوجة في المنام البطيخ في حلم المتزوجة دليل على الخير والرزق الوفير وإذا رأت المتزوجة بأنها تأكل بطيخ أخضر دليل على الحمل وإذا رأت المتزوجة البطيخ في المنام يدل على الإبن البار تفسير حلم البطيخ للحامل في المنام البطيخ في حلم الحامل يكون دليل على اقتراب موعد الولادة البطيخ يدل على مولودة أنسة من طرع بأنها تأكل البطيخ وكانت حامل يدل على سهولة وتيسير الولادة تفسير حلم البطيخ للرجل في المنام الرجل الأعزب عندما يرى في الحلم بأنه يقطع بطيخ أحمر يدل على زواجه وإذا رأى الرجل المتزوج البطيخ الأحمر في المنام يكون دليل على الرزق الذي سوف يحصل عليه لهذه العائلة وإذا رأى الرجل البطيخ الأصفر في الحلم فهذا دليل على وجود امرأة طيبة الصمعة في حياته ومن الممكن أن تكون زوجته وإذا رأى أحد في منامه أنه يقوم بتقطيع البطيخ الأحمر وكان هذا الرائع أعزبا فهذا يشير إلى قرب زواجه في هذه السنة أما إذا كان متزوجا فهذا يشير إلى رزق وفير له ولعائلته أما إذا كان الرائع فتا عزبا ورأت البطيخ الأحمر مقطعا يدل على قدوم أهل الحبيب لخطبتها ومن رأى أن عنده بطيخا كثيرا فأنه يدل على وقوعه في العناء والبلاء بحيث لا يرى له علاج تفسير حلم البطيخ الأحمر يلقى بمنزل شخص في المنام دليل على موت أشخاص من أهله بعدد حبات البطيخ التي تم إلقائها في منزله أكل بزر البطيخ أو إلقاءه في ساحة المنزل دليل على الإبن العاق وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد لا تنسوا تقييم الفيديو بالإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد لنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة